أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القضية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سبلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني إذ يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هم بقبيصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني لأهلكم أجمعين